دعاء مكارم الأخلاق ما هو بناء أخلاقي للأجيال المتعاقبة نحن لا نظن أن دعاء مكارم الأخلاق شيء هيا هذا يبن الأمة أكثر من ألف عام ويبن الأمة إلى يوم القيامة يعني إلى أن تنتهي هذه الكرة الأرضية هذا ليس دور هيا مكارم الأخلاق هذه ثروة نملكها الآخرين لا يملكون هذه الثروة دعاء أبو حمز السمالي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك هذا يبن الأمة من ألف عام إلى هذا اليوم نحن هذا البناء الأخلاقي البناء الروحي اللي عندنا منين عندنا من جملة العوامل المؤثرة هذا العامل هذه الأدعية أنا أظن أن هذه الأدعية إذا تعرض عالميا سماع هذه الأدعية فقط سماعها يجعل كثير من الأفراد يتجهون إلى مذهب أهل البيت أدعية الصحيفة السجادية الأولى أدعية الصحيفة السجادية الجامعة التي طبعت جديداً في أكثر من 800 صفحة وتحتوي يمكن على حوالي 270 دعاء من أدعية الإمام السجاد رسالة الحقوق اللي هي مفخر لنا نحن الشيعة حقيقة واحد عندما يقرأ رسالة الحقوق ماذا قال الإمام السجاد في ذلك الوقت اللي ما كان للحق معنا حق الحاكم على المحكوم حق المحكوم على الحاكم حق المولى على العبد حق العبد على المولى الدقائق التي ذكرها الإمام يزيد أخذ البيع من أهل المدينة على أنهم عبيد له يباعون ويشترون يعني الحق معنا ما كان إلا في ذلك الوقت ترجمة نانسي قنقر